وخلينا نروح لسالة حامد ولقاء من أرض الملعب مع أحد نجوم اللقاء النهاردة واللي كان لديه دور كبير في حسم المباراة في الأوقات المهمة سيف سامير اتفضل يا سلام من جديد برحب بك يا كابتن هيثم وبكل ديوفك الكرام في الستوديو وبكل مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وطبعا بعد فوز النادي الأهلي على النادي المصري للتصالات في المباراة التانية في الدور التانية من المرحلة الترتبية اللي بتولي دوري السوبر لكرة اللي سلام معي واحد من نجوم المباراة النهاردة كابتن سيف سامير طبعا يا كابتن سيف في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وماليوم مبروك طبعا نفسكم نهاردة عن نادي مصري للتصالات وطبعا تقلق كبير جدا منكم من كل اللعابي نادي الأهلي بالأخص في الكوارتر الرابع يا كابتن الحمد لله كان مطش صعب زي ما انت سوفته كده كان يعني طلعنا في الأول وحصل دروب كده في النص بس قدرنا يعني نرجعنا في سنة تاني وعلينا عشر بونت طبعا سيف يعني كان شيء وقت كبير انتو تستعدوا للمباراة اليوم يمكن بعد ماتش سبورتين كان في بس يومين اتمرنتوا في يوم والنهاردة عشان يعني طبعا تقابلوا نادي مصري للتصالات كانين طبعا استعدادتكم للمباراة دي اوه زي ما انت قلت كده في اي هو اصلا الفترة دي كلها كده الماتشات اللي هي السوبر الراح جاي كلها ما فيش وقت يعني يعني يا دواء مرة تمرنتين قبل الماتش في ماتشات صعبة ماتش في ماتشات كلها صعبة تقريبا ودلوقتي الدوري بقى كله صعب اه الحمد لله قدرنا نستعد كويس لعبناهم ثلاث مرات فحفظنهم شوية اه ودلوقتي يعني قدرنا نستعد كويس والحمد لله نكسب طبعا يا كابتن سيف يعني معظم الفرق في بطول الدوري السوبر نفس المستوى نفس الاداء يمكن كمان نادي المصريات صلات من الاندية اللي فاجئتنا باداءها الفترة اللي فاتت يعني النهاردة شوفنا في الكورتر الرابع ممكن تعدلنا معاهم في الاخر بس طبعا الباسكت لحداك حطيته في الاخر فرق الحمد لله ويعني رجع مستوى لعب النادي الاهلي تاني وقددوا تتفوقوا على النادي مصريات الصلاة اه طبعا فرقة كبيرة بقولها كسبوا الاتحاد مطشين وكسبانين ست مطشات من تمانية فهما فرقة يعني دلوقتي هما بينفسه زي ما انت بتقولي الفرق كلها دلوقتي كله كله بيكسب كله اه ما تقدرش تقولي مين المركز الاول ومين المركز الاخير ما حدش عارف الاخر ولا يبان اه بس وادرنا الحمد لله زي ما انت قلت برضو قادرنا ان احنا نرجع نفسنا كان بقالي كتير مصاب بقالي مطشين اه فالحمد لله قدرت يعني اننا نرجع يعني كويس ستنسيف طبعا ايه المباراة اللي جاية عندكم في بطول الدوري السوبر وان شاء الله تستعدوا لزي هي وكل المباريات في الدوري احنا عندنا التأمين المطش الجاي طبعا بعد اللي حصل من التأمين المطش اللي فات اه مستعدين كويس ومركزين وانوين احنا يعني نعمل مطش كويس اوي يعني رب ناسه ستنسيف مليون مبروك طبعا النهاردة ويعني طبعا مستنين منكم المزيد من التألق الفترة اللي جاية ويعني بتمنى لكم طبعا التوفيق شكرا 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 طبعا يا كابتن هايثم كان لقائنا مع كابتن سيف سامير واحد من النجوم المباراة النهاردة بالاخص الكوارتر الرابع والآن نعود مرة اخرى للستوديو ويكلم لك يا كابتن هايثم تفضل زمالتنا سالح حمد من قرض الملعب بشكرك شكرا جزيلا وسيف سامير الحقيقة النهاردة كان متقلق وكان نجح في ناحية الدفاع والهجومية يعني يمكن كابتن سالح وكان لسه قايل منذ قليل